ماذا يحدث مع انفيديا؟ نتحدث عن سهم الشركة الذي عمق من خسائره هذا الأسبوع ليدخل إلى نطاق التصحيح دعونا نطلع على التفاصيل بشكل عام سهم انفيديا شهدت خسائر حادة في الثلاث جلسات الماضية كما نرى في رسم البياني الموضح أدنى نشهد هبوط السهم بنسبة 7% في جلسة الاثنين نتحدث عن الأمس وتعتبر أكبر خسارة يومية في شهرين ولكن اليوم تعافى السهم مجددا ولكن بشكل عام بسبب الخسائر الحادة في الثلاث جلسات المتتالية فقدت الشركة حوالي 430 مليار دولار من قيماتها السوقية لتصل لحوالي 2.9 تريليون دولار وبذلك تخلت عن نادي الثلاث تريليونات بالشكل عام تعاد خسائر انفيديا في الثلاث جلسات الأخيرة هي الأسوأ أداء من نوعه منذ أن خفضها بنسبة 14.4% في ديسمبر 2022 ولكن مع ذلك يستمر سهم انفيديا الذي ارتفع على مدار العام يعني بشكل عام ارتفع بنسبة 140% منذ بداية هذا العام ويعتبر ثاني أفضل الأسهم أداءا ضمن مؤشر S&P 500 بعد السوبر مايكرو كمبيوتر ومع ذلك شهدنا الأسبوع الماضي تحديدا كانت انفيديا هي ذات القيمة السوقية الأكثر في العالم ولكن نتحدث لفترة وجيزة لأن هذا الأسبوع تحديدا وصلت القيمة السوقية لـ 2.9 تريليون دولار ولكن الأسبوع الماضي كانت الأعلى بحوالي 3.3 تريليون دولار متجاوزة أبل ومايكروسوفت ولكن إذا نريد أن نتحدث عن الأسباب وراء انخفاض قيمة السهم فلا شك بحسب بيوت الخبرة تحول المستثمرين إلى قطاعات مختلفة هذا غير العمليات الواسعة من جني الأرباح كانت الأسباب وراء تلك التراجعات يعني يبقى السؤال هنا بعد أن تعافت اليوم نتحدث عن سهم انفيديا الذي تعافى اليوم يبقى السؤال هنا كم ستحتاج انفيديا لتدخل مجددا نادي الثلاث تريليونات دولار